أنا طبيب ولا أستطيع أن أخرج من جلدي أنا أختنم فرصة وجودي هنا لأن أقول لكل الأحباء المستمعين من شعبنا الطيب أن الأطباء يدرسوا ويعملوا لأجل سلامة المرضى وعلاجهم ويتمنون أن لا يتعرضوا لما يشوب مجتمعنا النبيل من بعض إساءات لفظية أو جسدية تعرض لها الكوادر الطبية هذه الأيام أنا أعلم أنها ليست ظاهرة ولا تمس إلا عدد قليل من الحوادث لكن أن يكون لدينا في الأردن هذا الفعل يعني لابد أن نعمل جميعا لمنعه والوقاية منه وبنفس الوقت أنا مع مساءلة أي شخص يقصر في واجبه أما الإساءات اللفظية والبدنية يعني القانون يحكم الجميع لا نعود القانون ترجمة نانسي قنقر